الحمد لله رب العالمين والله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم كما وأنني أذكركم بدعوة غيركم إلى حضور هذا المجلس وأذكركم بتذكير غيركم لتعم الفائدة وينتشر الخير ولكم السهم المشاركة في نشر هذا العلم فلا تبخلوا على أنفسكم بإيصال العلم إلى أوسع بقعة وإلى أكبر عدد من الناس وسبق لي أن قلت لكم من باب التحدث بنعمة الله أن الأخبار الطيبة كثيرة جدا ولله الحمد ولله المنة ولله الفضل بسبب هذه المجالس بسبب هذا العلم بعض الناس دخلوا في الإسلام حكيت لكم قبل الآن عن بعض الناس الذين أسلموا وأقيمت مجالس العلم في بيوتهم منهم في لبنان ومنهم خارج لبنان وقبل سلاسة أيام كنت في زيارة أخ الله تعالى يعافيه فأخبرني أهله أنهم على تواصل مع عدد من غير المسلمين ممن يحضرون هذه المجالس وبعضهم دخل في الإسلام واتصلوا وأنا عندهم ببعضهم من من بعد لم يسلموا فكلمتهم وأبدوا الاستعداد للجلوس معنا مباشرة ومنهم من أهالي لبنان فالخير الحمد لله عظيم وكبير جدا والناس يقبلون إلى سماع العلم وعدد كبير ممن كانوا على عقائد فاسدة تراجعوا بعضهم أرسل لنا الرسائل على الخاص قال أنا كنت على التشبيه والتجزيم كنت على الكفر كنت على طريق جهنم فأنقذتموني بعقيدة أهل السنة بالتنزيه والتوحيد هو صرح وقال أنا الآن أشتغل على تعليم أهلي فالحمد لله الخيرات كثيرة الفوائد عظيمة الذين ينتفعون ويستفيدون بهذا العلم كثر جدا بشتى طبقات المجتمع والناس في لبنان والخارج ولا أخفيكم أن بعض المجالس يعني هذا أظن يمكن ممن يدخل منكم إلى الصفحة قد يكون رأى ذلك لكن الأرقام لا يطلع عليها بتمامها وكمالها إنما يرى بعض الأرقام أما الذي يدير الصفحة يعني بعض الإخوة الذين هم يديرون هذه الصفحة وهذا الموقع يريني أحيانا من وقت إلى وقت أن مقطع فيديو صارت المشاهدات عليه نحو سبع مليون مشاهدة بفضل الله تعالى فإذا الإقبال كبير والخير عظيم فساهموا وساعدوا وشاركوا واعملوا على نشر هذا العلم وادعوا غيركم لحضور هذا العلم وفقني الله وإياكم للخير غفر لي ولكم رحمنا ببركة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم نبدأ بدرسنا مخلصين لله متوكلين على الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا أبي القاسم محمد طه الأمين وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صحيفة 163 يقول الشيخ جميل حليم الحسين حفظه الله تبارك وتعالى وقال الإمام الهراري رضي الله عنه عمل قليل مع معرفة بالعلم خير من كثير مع الجهل يعني هذه العبارة مأخوذة من بعض القواعد ومن بعض الأحاديث يعني كما قال بعض السلف قليل في سنة ما معنى في سنة يعني على وفق الشرع خير يعني أفضل من كثير في بدعة والمراد بالبدعة هنا البدعة الفاسدة المخالفة لمذهب أهل السنة وقد تكلمنا قبل الآن وذكرنا شيئا من الأدلة على وجود البدعة الحسنة وأن البدعة منها سيئة ومنها حسنة وذكرنا عددا من الأدلة فبعض السلف يقول قليل في سنة في سنة يعني على وفق الشرع الشريف هذا القليل الموافق للشريعة المقبول عند الله على حسب ما جاء في الكتاب العظيم في القرآن المجيد وفي السنة النبوية المطهرة الزكية المباركة وما عليه الإجماع فهذا القليل الموافق لهذه الأصول والقواعد هذا خير وأعظم وأفضل من الكثير الذي صورته صورة عبادة وهو مخالف للشريعة مخالف للدين بل هو في بدعة عملية فاسدة مخالفة للشريعة إذن قليل في سنة خير من كثير في بدعة يعني هنا البدعة العملية الفاسدة ما خالف عقائد أهل السنة والجماعة فهذه العبارة التي قالها الشيخ رحمه الله لها أصل في كلام السلف ولها بعض الأحاديث يؤيدها بل وبعض معاني الآيات يؤيد ذلك فعلينا بملازمة الشريعة يعني لا نلتفت إلى الظواهر التي ينخدع بها الناس مع مخالفة الشريعة لا الأصل موافقة الشريعة الأصل هو موافقة الشريعة أليس الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن حال بعض الكفار وبعض الفاسدين وبعض الضالين الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم نحن لا نريد أن نكون من هؤلاء نريد أن يكون ما نعمله من طاعات وعبادات على الشريعة وعلى وفق الكتاب والسنة وعلى ما عليه السواد الأعظم نعم وقال رضي الله عنه كل إنسان لا يهتم للعلم اعلموا أنه بعيد من الله بعيد من الله لو كان أبوه قطب الأقطاب بعيد من الله هنا تعرفون إخواني وأخواتي المراد به البعد المعنوي البعد المعنوي لأن البعد أو القرب بالحس والمسافة والجسم والأعضاء والمكان هذه صفة الأجسام هذا الكتاب مثلا أقرب إلى الشيخ مني أنا وهذا الكتاب أقرب إلي منه وهكذا القرب بالمسافة القرب بالمكان القرب بالأحجام هذه صفة المخلوق الله منزه عن كل ذلك فلا يقال عن الله تعالى إنه قريب من عباده بالمسافة ولا يقال بعيد عن عباده بالمسافة لا يقال الله قريب بمعنى المؤيد والحافظ والناصر بمعنى القرب المعنوي يعني كما نقول الله سبحانه أو هذا الولي قريب من الله هذا النبي الأنبياء الأولياء الصلحاء قريبون من الله قريبون من الله يعني القرب المعنوي راض عنهم يحبهم يحفظهم يؤيدهم ينصرهم فإذا لا يقال عن الله قريب أو بعيد بالحس والمسافة لا يقال عن الله قريب أو بعيد بالمكان لا يقال عن الله قريب وبعيد على معنى قرب الأجسام وبعد الأجسام هذا تشبيه لله بخلقه فالقرب المكاني والقرب الحسي والقرب المسافي هذه الصفة الأجرام فإذا قيل الكافر بعيد من الله هذا المراد به البعد المعنوي الولي قريب من الله المراد به القرب المعنوي والكافر بعيد من الله البعد المعنوي إذن هذا الأمر ينبغي أن يفهم لأن من الناس من يخلطون في ذلك فيعتقدون أن الله حال بينهم وفيهم ومعهم أو أن الله صار مخالطا لهم هؤلاء الذين يعتقدون عقيدة وحدة الوجود والحلول والشيخ محيددين بن عربي رحمه الله بريء من هذه العقيدة لأنه هو نفسه كما روى عنه الفقيه الشافعي هذا الفقيه الشافعي الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله يقول في كتابه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر يروي عن الشيخ محيددين بن عربي رحمه الله أنه قال من قال بالحلول فدينه معلول وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد الذي يقول إن الله اتحد بالعالم امتزج بالعالم خالط العالم يقول هذا الإنسان ماذا يقول عنه الشيخ محيددين بن عربي اسمعوا من قال بالحلول فدينه معلول وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد يعني هذا ملحد زنديق ليس بمسلم ولو ادعى الإسلام بعضهم ماذا يقول في بعض تأليفاته يقول عن الله تعالى إذا أحب إنسانا صار هو هذا الإنسان فيكذبون على الله وعلى القرآن وعلى الحديث القدسي فيقولون قال الله تعالى وانتبهوا هذا ليس حديثا ليس قرآنا ليس من الأحاديث القدسية ولا من الأحاديث النبوية إنما هو كذب على الله وافتراء وضلال وكفر ماذا يقولون قال الله تعالى فإذا أحببته كنت هو على زعمهم صار الله هو هذا الإنسان على زعمهم الله يصير هذا الإنسان وهذا تكذيب لقول الله تعالى لم يلد ولم يولد وتكذيب لقول الله ليس كمثله شيء إذن الله منزه عن الحلول وعن الاتحاد وعن التحيز بالجهات والأماكن منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين فإذن انتبهوا لا يقال عن الله تعالى حاضر الناظر ولا يقال غائب كلمة حاضر لأنها توهم المخالطة وكلمة حاضر في لغة العرب كلمة حاضر في القرآن وفي السنة والإجماع لم يرد إطلاقها على الله الذي ورد وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه كما أجمعت الأمة على تأويل هذه الآية بالعلم ليس بالمخالطة ليس بالمباء ليس بالممسة الله منزه عن المخالطة والممسة فإذا ما معنى وهو معكم أينما كنتم بعلمه هذا الذي ورد هذا الذي ورد أما كلمة حاضر لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع أما كلمة ناظر هذه ما فيها ضرر يعني يرى برؤيته الأزلية الأبدية وهو سبحانه يرى بلا حدقة يرى الأشياء بلا حدقة بلا جارحة بلا جارحة ولا عضو ولا جسم أما كلمة غائب فهذا أيضا لا يجوز لأنه تشبيه لله بخلقه من الغائب؟ بعض الأشياء من المخلوقات غائبة عنك أو غائبة عن هذا المكان فهذا الكلام لم يرد إطلاقه على الله كلمة الغائب هذا لم يرد إطلاقه على الله فلذلك نتقيب بما جاء به الشرع فكلمة هذا بعيد من الله يعني البعد المعنوي وليس البعد بالمسافة لأن البعد بالمسافة صفة المخلوق والله خالق والخالق لا يشبه المخلوق قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال نعم قال الشخص الذي ما له عناية بتعلم علم الدين من أهل المعرفة اعلموا أن هذا بعيد من الله ولا ينفعه كونه ابن ولي من أولياء الله أو حفيد ولي من أولياء الله لا ينفعه بعض الجهال إذا رأوا إنسانا يعتقد أو يقول أو يفعل ما هو ضلال أو كفر أو فساد ويقال لهم هذا باطل يقولون هذا حفيد الولي الفلاني أو أبوه ولي جدته وليا إذا كانت جدته وليا فرضي الله عنها هذا يفرحنا لا يزعجنا والولي نحبه ونتبرك به إذا كان جده وليا على الرأس والعين أما هو ماذا حصل من جده هو ماذا حصل جده إذا أكل هو يشبع فإذا صار جده وليا هل صار هو وليا صار تقيا صار صالحا لا إذا كان جده من الأولياء فرضي الله عن جده أما هو أين بعيد عن جده وعن عقيدة جده وعن منهج جده الذي هو منهج الأولياء والصلحاء وأهل السنة والجماعة وإليكم أمثل أنتم تعرفونها أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي رسول كريم عظيم وهو أفضل العالمين بعد محمد عليهما الصلاة والسلام مع ذلك ماذا ورد في القرآن اسمعوا هذه الآية اسمعوا هذه الآية ماذا ورد عن إبراهيم وعن أبيه في القرآن سأقرأ جزءا من الآية لن أقرأ الآية من أولها سأقرأ جزءا من الآية فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم تبرأ منه من أبيه إذا أردنا أن نرجع إلى أول الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ما معنى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه يعني كان يدعو له بالهداية أن يسلم يدخل في الإسلام يترك الكفر يتشهد يقول لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله بهذا يغفر له بماذا يغفر له بالإسلام بترك الكفر فلما لم يسلم ومات على الكفر إبراهيم ما عاد يدعو له بالهداية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم هذا القرآن ثم هذا أبو لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت في ذمه سورة كاملة في القرآن في أبي لهب ما نزلت سورة كاملة في القرآن من أولها إلى آخرها في ذم مشرك أو كافر إلا في أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أليس أخبرنا القرآن عن ما حصل بين نوح وابنه كنعان قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قد يسأل البعض كيف يقول له اركب اركب أصلها اركب كيف يقول له اركب معنا وقد أمر نوح أن يأخذ الذين آمنوا فالجواب آمن أسلم واركب معنا ليس معناه وأنت على الكفر تعالى اركب معنا في السفينة معناه أسلم آمن يا كنعان تعالى معنا في السفينة تنجو إذا ننتبه الله ماذا أخبرنا عما حصل بين نوح وكنعان نوح عليه الصلاة والسلام نبي الرسول قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ماذا قال كنعان سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ماذا قال له نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين من كنعان من أبوه نبي رسول من أولي العزم نوح عليه الصلاة والسلام فمن القطب ومن الولي أمام الأنبياء والمرسلين فلو كان أبوه من الأقطاب ولو كان جده من الأولياء وهو بعيد عن الدين والعقيدة والتوحيد والإسلام ماذا ينفعه انتسابه لهذا الولي ماذا ينفعه إن كان لأبيه أو لجده كما أن زاك لا ينفعه انتسابه في النسب إلى نبي الرسول وهو نوح عليه السلام هل انتساب كنعان لنوح ينقذه يوم القيامة من جهنم؟ هل هذا ينجي كنعان؟ إذن العبرة هو أن يسلم يؤمن وأن يثبت على الإسلام هذه العبرة أن يتق الله أما أن أقول أنا أبي من الأولياء جد من الأقطاب جدتي مباركة أنا من؟ هكذا قل لنفسك أنا ماذا فعلت؟ أنا ماذا عملت؟ هل تعلمت؟ هل أديت الواجبات؟ هل اجتنبت المحرمات؟ هكذا فكروا والأدلة كثيرة هذا نبي الله لوط عليه السلام زوجته كانت كافرة وزوجة نوح أيضا أليس في القرآن في سورة التحريم وقيل دخل النار مع الداخلين؟ إذن كم من الأولياء الأقطاب المشاهير لهم أولاد وأحفاد من الفاسدين؟ من الفاسدين هذا ابن الساعي علي بن أنجب في كتابه تاريخ الخلفاء العباسيين عندما يتكلم عن بعض الأقطاب الكبار فيقول نعم الأب الصالح ونعم الولد الطالح ويقول نعم الأب الصالح وبئسه وبئسه انتبهوا الولد أو الحفيد الطالح إذن ماذا ينفعه الولد أو الحفيد إذا كان طالحاً وأبوه أو جده كان صالحاً ماذا ينفعه؟ إذن لا تنخدعوا بعض الناس يقول ابن الشيخ هذا حفيد الشيخ ليس هكذا تقاس الأمور إنما الأمور تقاس بميزان الشرع إنما الأمور تقاس بميزان الشرع لذلك لا تنخدعوا لو كان ابنه من الأولياء والأب من الكافرين والعكس كان الإبن من الكافرين والأب من الأولياء كل واحد بما عمل كل نفس بما قدمت رهينة كل واحد بما عمل هكذا يا إخواني هكذا يا أخواتي لا ينبغي أن ننخدع لا ينبغي أن نضيع الأحكام الشرعية انخداعاً بالألقاب ابن الشيخ حفيد الشيخ جده من الأقطاب أبوه من الأولياء هو من؟ هكذا تعلم يعرف الإيمان يعرف العقيدة يعرف الإسلام يصلي يصلي لو كان أبوه من الأقطاب وهو لا يصلي إذن لا يكون مباركاً لا يكون تقياً لا يكون صالحاً لذلك العبرة بملازمة الشريعة كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه الأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس الإنسان عمله بالعمل الصالح يصير الإنسان مباركاً بتقوى الله نعم وقال رضي الله عنه العلم علم أهل السنة نور يميز الكفر من الإيمان يعني الإنسان الذي تعلم علم أهل السنة بهذا العلم يصير يميز يعرف هذا الكفر هذا الضلال هذا الفساد فيبتعد عنه وبالعلم يعرف الحق والإيمان فيسبت عليه إلى الممات وقال رضي الله عنه أهم الأعمال عند الله في هذا الوقت وفي هذه البلاد بذل الجهد لنشر عقيدة أهل السنة والجماعة والأحكام الضرورية وقال رضي الله عنه علم أهل السنة دليل النجاة والفلاح يعرف ما يضره فيتجنبه وما ينفعه فيعمله هذا أعظم فائدة في الحياة الدنيا أما الجاهل فيقول مالي مالي همه في المال وهذا المال يتعب في حفظه في الدنيا ثم يموت فيذهب لغيره وقد يأكله عدوه فيكون إن كان جماعه من حرام وباله عليه ونفعه لغيره وقال رضي الله عنه كثير من الناس يتركون تعلم العلم من أهل المعرفة ويكتفون بالصلوات الخمس والتردد إلى المساجد وبعضهم يزيد يحمل المسبحة ويعتبرون أن هذا يكفي هؤلاء هلاكهم عظيم من غير أن يتعلموا علم الدين الضروري لو كان كل يوم يذكر 12 ألف تهليله ويصلي الصلوات الخمس ويصوم ولم يتعلم العلم الضروري هذا عمله كلا شيء يذهب هباء منثورا يظنون أنهم عملوا عملا كثيرا في الدين وأعمالهم هذه هباء منثور لأنها غير موافقة للشرع لاحظتم هنا يعني خلاصة المسألة في العبارة الأخيرة عملهم غير موافق للشرع يعني كانوا يأتون بهذه الأعمال والعبادات بما يفسدها أو بما لا تصح معه يعني بحيث لا تكون مقبولة ولا صحيحة لا مقبولة ولا صحيحة في الشريعة فهؤلاء أتعب أنفسهم بصور العبادات من غير تحقيق في العبادات لأن الإنسان إن لم يتعلم كيف يعرف أن يحقق في العبادات أنه أداها على الوجه الصحيح على الوجه الذي تصح معه فالذي لا يتعلم ولم يتعلم يكون أهلك نفسه وضيع هذه الأعمال لأنه يأتي بها مع ما يفسدها مع ما لا تصح معه فلذلك لا بد من العلم لذلك قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم فيا إخواني ويا أخواتي تمكنوا في العلم تحققوا في العلم تسبتوا في العلم احفظوا العلم ادرسوا العلم حصلوا العلم لماذا؟ لتطبقوا على الوجه الصحيح وتعملوا على نشر العلم وتعليم الغير وتوسعة رقعة الخير بين الناس نعم وقال رضي الله عنه العلم نور هو دليل النجاة هذا العلم هو علم أهل السنة الذي درج عليه السلف والخلف إلى الصحابة من وقتنا هذا إلى الصحابة يتلقى من عارف إلى عارف من عارف إلى عارف إلى أن يصل التسلسل إلى الصحابة لذلك قال العلماء الأكابر إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء يعني الإنسان لا يصير عالما بمجرد أن تكون مكتبته كبيرة وإلا لكان كل صاحب مطبعة وكل صاحب معرض كتب دولي وكل صاحب مكتبة في الأسواق صار من أئمة العلماء ومن كبارهم ومن مشاهيرهم وهذا لا يقوله عاقل لماذا؟ أنتم تعرفون بعض من يملكون المكتبات الكبيرة الدولية هم من الكفار بعض من يملكون المعارض الدولية للكتب هم من غير المسلمين فهل بمجرد أن حصل مكتبة كبيرة صار فقيه الزمان صار إمام الأوام صار مرجع الأمة لا إنما العلم بالتعلم أبو بكر الصديق هو أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه قولوا لي كم كتاب كان في بيته كان في صدره العلم اذكروا لي كم خزانة وكم مكتبة وكم رف وكم كتاب كان في بيت عمر رضي الله عنه كان في صدره إنما العلم بالتعلم بعدما جمع القرآن في المصحف الشريف صار عندهم النسخ الإمام في المدينة المنورة أيام عثمان رضي الله عنه هم بدأوا بجمعه في زمن أبي بكر الصديق وبهمته رضي الله عنه وعمر وافق في ذلك وفي زمن عثمان استنسخه وصارت نسخ من المصاحف أما ماذا كان عنده من التأليفات في بيوتهم قولوا لنا إذن العلم بالتعلم العلم بالتلقي كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذون من فمه الزكي الطيب الطاهر العطر الأنور المبارك الذي كان إذا تكلم فيهم صلى الله عليه وسلم من عظيم صدقه وإخلاصه وبركته وأنواره وأسراره يفهمون الكلمة ومعانيها وتنشرح صدورهم وتتنور قلوبهم فيأخذون من كلمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً بحوراً من العلم من القرآن من الأحاديث يأخذون بحوراً من العلم الله فتح عليهم إذن قال الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ماذا قال؟ إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء قد يقول قائل فما هذه المكتبة التي عندكم وما هذه المكتبة التي حولكم أقول نحن تلقينا على المشايخ وقرأنا على المشايخ وعلى العلماء في لبنان في الحجاز في سوريا في تركيا في كثير من البلاد لكن هذه الكتب وما جلبناه وما عندنا إنما هو لتأييد ما عليه أهل السنة والجماعة لماذا؟ بعض الجهال إذا قلت له قال الشافعي هكذا باللسان بالكلام لا يقتنع لا يقبل إن أريته الكتاب يسكت إن أريته الكتاب يقتنع لأجل هذا وإلا نحن حصلنا بفضل الله تعالى على العلماء وقرأنا على العلماء وأخذنا من العلماء هذا هو الأصل ثم الواحد بعد ذلك لو جلب بعض الكتب وحصل شيئا من الكتب ليدعم ويقوي وينصر مذهب أهل السنة بما هو حق فهذا لا بأس به أن نحن اليوم في زمن عجيب تعرفون الناس بعضهم يقول لك أريد أن أرى بعيني فتريه الكتاب فيسكت تريه الكتاب فيسكت إذن العلم يؤخذ بالتلقي يا إخواني لذلك الدبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأعظم خلق الله وأذكى خلق الله وأذكى الناس وأطيب الخلق وأفضل العالمين على الإطلاق صلى الله عليه وسلم وأعلم العالمين الرسول أعلم العالمين أعلم المخلوقين صلى الله عليه وسلم كان له معلم كان له معلم قال الله تعالى علمه شديد القوى جبريل علم محمدا عليهما السلام فإذا قلت لي الآن قلت محمد أعلم المخلوقين فكيف تقول إن محمدا تعلم من جبريل أقول لك نعم في أول الأمر جبريل عليه السلام نزل بالقرآن العظيم على رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويتكلم بالسنة النبوية ثم بعد ذلك فتح على رسول الله ما صار به من العلم أعلم من جبريل عليه السلام وهذا من عظيم فضل الله على نبيه الكريم هذا لا مانع منه الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير فإذا قيل الرسول أعلم خلق الله أعلم العالمين أعلم المخلوقين هذا صحيح هذا لا بأس به ومع ذلك كان له معلم علمه شديد القوى جبريل علم محمدا عليهما السلام وفي جامع الترمزي قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يدارسني القرآن كل عام مرة وإنه دارسني العام مرتين إذن الرسول أخذ العلم بالتلقي الصحابة أخذوا العلم بالتلقي من بعد الصحابة من التابعين أخذوا العلم من الصحابة بالتلقي وهكذا من بعد التابعين أتباع التابعين أخذوا من التابعين بالتلقي حتى يصل إلى يومنا هذا سيقى عن سيقى عن سيقى عن سيقى بالإسناد المتصل هذا معنى ما قاله الشيخ رحمه الله لذلك قال الحافظ النووي رحمه الله لا يستفتى غير السقة العارف السقة العارف يعني علم مع التقوى وأن يكون سقة وإلا لو كان فاسقا كيف يستفتى كيف يوسق بقوله إذن العلم يؤخذ من أفواه العلماء العلم يؤخذ بالتلقي من أهل العلم قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم إذن ليس من مجرد الكتب ولا من مجرد المواقع ولا من مجرد الشاملة ولا من مجرد جوجل ولا من مجرد الفيسبوك ولا من مجرد الواتس آب ولا من مجرد مواقع التواصل بل العلم يؤخذ عن السقات وبالتلقي بعد أن تتمكن إذا أخذت شيئا من الكتب لإثبات الحق لتري بعض الناس ذلك فهذا لا بأس به لأنك تقوم بخدمة الدين وترسخ العلم في نفوس الناس وقال رضي الله عنه العلم علم الدين هو النجاب هو دليل الخير والفلاح يدلك على ما ينفعك في الآخرة وينجيك من عذاب الآخرة ومن عذاب القبر يعلمك ما يحب الله ويعلمك ما يكرهه الله حتى تعمل ما يحب الله وتتجنب ما يكره الله هذا كيف يعرف بالعلم بعض الناس اليوم الذين لم يتعلموا وغرقوا في الجهل وضاعت عندهم الأولويات وكما يقول بعض الناس اليوم بالتعريف الدارج أو بالكلام الدارج يقول مضيع البوصلة هؤلاء الجهلاء الذين لا يعرفون الأولويات كيف صار الأمر عندهم صار معكوسا صار إذا رأى إنسانا غنيا ولو كان كافرا يقولون الله يحبه حاشا الله لا يحب الكافرين لماذا قال عنه الله يحبه لأنه غني ميسور له مؤسسات مصانع معامل دكاكين محال صار من البارزين طبيبا مهندسا مشهورا مقاولا هذا هو المقياس عندكم لو كان هذا على زعمكم دليل محبة الله يعني على زعم هذا القائل الجهول الله يحب قارون على زعمه على زعمه الله يحب فرعون على زعمه الله يحب النمرود على زعمه الله يحب الكافرين الأغنياء وهذا ضد القرآن هذا ضد القرآن ضد الإسلام هذا معارض للإسلام والقرآن ما الدليل؟ قال الله تعالى فإن الله لا يحب الكافرين غنيا كان بارزا مشهورا زعيما قائدا صاحب مؤسسات ومصانع دولية وهو على غير الإسلام لا وزن له في ميزان القيامة لا يزن الشيء لماذا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم في الكفار في أعمال الكفار اسمعوا وانتبهوا جيدا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف رأيتم؟ أما من كان مسلما من كان مؤمنا من كان موحدا من كان منزها من كان عارفا بخالقه من كان معظما لربه من كان عابدا لله يعرف أن الله ليس كمثله شيء ليس ضوءا ليس ظلاما ليس جسما ليس حجما ليس صورة لا يسكن السماء لا يجلس على العرج منزه عن الأعضاء والجوارح منزه عن الحركات والسكنات منزه عن التنقل والأماكن لا هو في مكان واحد ولا في كل الأماكن لا يتغير لا يتبدل لا يتصف بالجوارح والأعضاء ليس له كمية ولا مساحة ولا مسافة منزه عن الطول والعرض والعمق والسمك والأدوات والتركيب منزه عن الإحساس والشعور واللزة والألم والتغير والانفعال لأن الله قال ليس كمثله شيء هذا يكون عرف ربه وعظمة الله أنه لا يشبه شيئا من خلقه لأنه لو أشبه الخلق لجاز عليه ما يجوز عليهم والخلق يجوز عليهم التغير والعجز والضعف والجهل والزوال والموت والمرض وهذا مستحيل على الله فلو أشبه الخلق ولو بصفة واحدة لجازت عليه بقية صفات الخلق وهذا لا يجوز على الله هذا الذي يعرف الله أما من كان غنيا يملك الدنيا من شرقها إلى غربها وهو على الكفر هذا لا ينفعه ولا يدخله الجنة بمجرد ذلك بل لو مات على الكفر لو كان ملك الأرض بما فيها من كنوز هو في جهنم هو في جهنم اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي أليس الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم اسمعوا هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن يعمل من الصالحات من زكر أو أنسى وهو مؤمن ما قال وهو غني وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بماذا بالإيمان بماذا بالإسلام فيا إخواني من ملك الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها واستعلى على الرقاب وكانت كنوز الدنيا والأرض بين يديه وكان على الكفر ومات على الكفر خسر الدنيا والآخرة وهذا المال والحكم الذي كان فيه في الدنيا يكون وبالا عليه في الآخرة يكون نقمة عليه في الآخرة يكون حسرة يكون ألما يكون زيادة في عذابه لأنه ظلم واستعمل الأموال في الفجور والفسق وفي الكفر والضلال والمعاصي فيزيده عذابا لذلك العبر بالإيمان وليس بمجرد الغنى قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد إن الله تعالى اسمعوا هذا الحديث يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب اسمعوا ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب وفي رواية لهذا الحديث ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب اسمعوا إلى شرح شيخنا رحمه الله لهذا الحديث بعبارة موجزة بعبارة لطيفة بعبارة خفيفة وانظروا وإلى هذا الشرح ما أعظمه وما أوسعه ماذا قال في شرح هذا الحديث قال من أعطي الدنيا ولم يعطى الإيمان فكأنه ما أعطى شيئا من أعطي الدنيا ولم يعطى الإيمان فكأنه ما أعطى شيئا اسمعوا ماذا قال وَمَنْ أُعْطِيَ الْإِيمَانِ وَلَمْ يُعْطَى الدُّنْيَا فَكَأَنَّهُمَا مُنِعَا شَيْئًا إذن العبرة بماذا؟ بالإيمان العبرة بماذا؟ بالإسلام العبرة بماذا؟ بتقوى الله إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ لم يقل أغناكم العبرة عند الله بالتقوى وقال رضي الله عنه أفضل الأعمال العلم وأفضل العلم العلم بالله ورسوله وأمور الدين وقال رضي الله عنه طوبى ثم طوبى لمن يهتم بنشر علم الدين طوبى يعني بشرى له خير عظيم خير كبير وطوبى اسم شجرة في الجنة هذه الشجرة الشريفة المباركة ورد في صفتها كما روى البيهقي رحمه الله أن طول هذه الشجرة مئة عام يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها هذه الشجرة طوبى أكمام هذه الشجرة أكمام هذه الشجرة تتفتق عن سياب أهل الجنة تخيل معي نساحة مئة سنة يسير الراكب في ظلها لا يقطعها الله ماذا قال في القرآن وظل ممدود وظل ممدود انظروا ماذا ورد في صفة هذه الجنة في هذه الشجرة في الجنة انظروا ماذا ورد في صفة هذه الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها طوبى اسم هذه الشجرة وطوبى خير يعني عندما تقول طوبى لك إن فعلت كذا يعني بشرى لك خير كبير خير عظيم نفع كبير نعم طوبى ثم طوبى لمن يهتم بنشر علم الدين للصغار والكبار الذي يفتح مجلس علم دين في بيته تنزل عليه الرحمات والبركات وخير له من أن يأتيه مليون دينار ذهب وخير له من أن يتصدق بمليون دولار من حلال وقال رضي الله عنه علم مرة قال له بعض الناس أقمنا مجلس علم في بيتنا قال هنيئا لكم نزلت عليكم الرحمة بماذا؟ بإقامة مجلس علم في بيتك تنزل عليك الرحمة لماذا؟ لأن مجلس العلم روضة من رياض الجنة تحفه الملائكة بأجنحتها والملائكة يتداعون إذا رأوا مجلس علم تداعوا حف بعضهم بعضا فوق هذا المجلس حتى يصلوا إلى السماء فأي خير في هذا البيت الذي يقام فيه مجلس علم فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تضيعوا على أنفسكم هذه البركة وهذا النور وهذا الخير وبركت وجود الملائكة فوق هذا المجلس عظيمة وكبيرة أقيموا مجالس العلم في بيوتكم تحصل هذا الخير العظيم والكبير نعم وقال رضي الله عنه علم الدين حياة الإسلام حياة الإسلام يعني قوته معناه يعني هذا شيء فيه قوة وتأييد ودعم ونصرة للإسلام نعم وقال رضي الله عنه لو يعلم الناس فضل مجالس العلم علم الدين لأقبلوا إليه إقبالا شديدا 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 قلت لكم بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم سافر إلى مسافة شهر في طلب حديث واحد ليس مجلس علم من أوله إلى آخره حديث واحد منهم من سافر من المدينة إلى القاهرة منهم من سافر من المدينة إلى بغداد منهم من سافر من المدينة إلى دمشق وأنتم تعرفون السفر في تلك الأيام كم فيه من المخاطر والمشقات والمتاعب كم فيه من التعرض لقطاع الطرق واللصوص والحر والبرد والسباع والضباع والمخاوف والمفاوز كم وكم كان في تلك الأسفار تحملوا كل تلك المتاعب في طلب حديث واحد كيف بك اليوم إذا دعيت إلى المسجد أو المصلى أو إلى هذا الدرس على الفيسبوك أو في البناء الذي أنت فيه أو في الشارع أو المحلة ولا تحضر انظر إلى همتك وإلى همة الصحابة أين نحن من الصحابة أين هممنا نحن اليوم من همم الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا هذه الدنيا والبلاد يعني تخيلوا معي في ربع قرن وصلوا في نشر الإسلام وفتح البلاد إلى مراكش غربا وإلى أطراف الصين شرقا ولم يكن عندهم طائرات ولا سيارات ولا قطارات ولا انترفون مش تليفون انترفون انترفون ما عندهم تليفون ما عندهم فاكس ما عندهم أقمار إصطناعية ما عندهم فضائيات ما عندهم نت وإنترنت ما عندهم فيسبوك وواتساب ما عندهم كيف وصلوا إلى أطراف الصين هم قاموا فانتقلوا وذهبوا وفتحوا وفتحوا ما في طريقهم من بلاد الصحابة هكذا كانوا يفعلون إذا دخلوا إلى بلد فتحوها أقاموا من يدرس الدين هناك وانتقلوا إلى غيرها وأقاموا هناك من يدرس الدين وانتقلوا إلى غيرها هكذا انتشر الإسلام هكذا فتحوا البلاد ومصروا الأمصار لذلك يا إخواني فلننظر في سير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم انظروا في سيرة ضرار بن الأزور هذا الصحابي وحده الذي كان يرعب 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 جيوش الكفر كان وحده يقابل جيشا للكفار يقاتلهم يدخل بينهم يمزق صفوفهم يشق جيش العدو وحده ضرار بن الأزور وهكذا أخته خولة رضي الله عنها وعنه كانوا يعملون كأن الجنة أمام أعينهم قوة اليقين التي كانت عندهم ما كانوا يبالون كما يقال بعض الناس ماذا يقول من جرأتهم وشجاعتهم وبسالتهم وإقدامهم وشدة تفانيهم في نصرة الدين والإسلام ونشر العقيدة والتوحيد كانوا لا يبالون أوقع الموت عليهم أم وقعوا على الموت كما يقال هذا من عظيم جرأتهم وشجاعتهم يعني هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله تعالى فأنتم اقتدوا بالصحابة الكرام تعلموا وعلموا تفقهوا في الدين علموا الصغار والكبار ختم الله لنا ولكم بكامل الإيمان فقهني الله وإياكم في الدين غفر لنا ولكم وللمسلمين فرج عنا وعنكم وعن المسلمين اللهم ربنا إله نرفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين اللهم شفيهم وعافيهم والطف بهم واحفظهم وأيدهم وأعنهم وانصرهم اللهم قوي شوكتهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين انصرهم على عدوك وعدوهم أهلك الكافرين والظالمين اللهم ارمي الظالمين بالظالمين مزقهم دمرهم أهلكهم افضحهم اجعل يا ربنا كيدهم في أكبادهم وفي نحورهم واحفظ المسلمين من شرورهم وارفع وعل راية هذا الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم آمن المسلمين في أوطانهم اللهم ارزقهم رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه يستعملونه في الخيرات والطاعات يا رب العالمين اللهم فرج عن العباد غير الحال إلى أحسن حول الحال إلى أحسن اللهم إننا نقر ونعترف بذنوبنا فاغفر لنا وتب علينا سامحنا وأصلحنا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالهدى وبكامل الإيمان فرج عنا وعن كل المسلمين بفضلك بكرمك برحمتك بجودك بإحسانك يا أرحم الراحمين وأكرمنا برؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وارزقنا زيارته وشفاعته اللهم يا ربنا يا إلهنا عجل بالفرج عجل بالنصر عجل بالتأييد للمسلمين إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته